وصفتنا فطاير بالجبنة بعجينة القرع حاجة خرافية بالنسبة للعجينة هي نفس وصفة عجينة دونت القرع طبعا العجينة متعددة الاستخدام تقدرو تستخدموها في وصفات مرة كتير بس أبغى أريكم كيف قوامها جدا لين طرية فبالتالي النتيجة رهيبة حخليها تتخمر على جنب وعلى بال حجهز الحشوة حق الفطاير حطيت ثلاثة نواع جبنة واضفت عليها بيضة وبقدونس وفلفل أسود ما يحتاج نحط ملح لأنه الأجبان قردي مالحة وهذه العجينة بعد ما تخمرت هنقلها على سطح مرشوش دقيق وأقسمها لقطع متساوية وبعد كده هأفرد كل قطعة بالطول بهذا الشكل طبعا أنا بأفردها على قطعة من ورق الخبز عشان يسهل أني أنقلها للصينية وبس وزعت من حشوة الجبنة طبعا خليكم كده كريمين في الكمية اللي تحطوها وأقفر أطراف بهذا الطريقة ممكن تشكلوها بأي طريقة أنتوا حابين حدهنها بالبيض وأرش عليها سمسم وحبة سودة وأخبزها وهذا شكلها لما نخلصت يعني ما أقدر من جد أوصف لكم الطعم قد إيش كان رهيب ملوحة الأجبان مع العجينة حقة القرع مو طبيعية وزي ما أقول لكم دايما طعم القرع أبدا ما هو باين لكن يعطي طراوة رهيبة للعجينة وبالعافية